نحن على بعد أيام قليلة الدخول الرسمي ديالتلامد وتلميذات مختلف البستويات والاتحاق ديالهم بالأقصام ديالهم إذن فعلا الدخول المدرسي يأتي في سياق يعني دقيق سياق كي تنتهل جمعة من المؤشرات أولا يعني الغلاء المعيشة والانعكاس دياله على المواطنين والمواطنات والسورتول يعني الفقراء والأسر لحدودة الدخل أو المنعدمة الدخل واللي الأبناء ديالها يعني مطالبين باشتهوما يتمتعوا بحقا في كرسي داخل الدراسة العقوبية وخصة توفر لهم يعني اللوازيم والأدوات الدراسية وإحنا كنشوفوه بأنه كاين يعني موادير أو المعالم بالغلاء الترزع ديال الوزارة على برنامج يعني مليون محفظة وتعويض دياله بنيتين برهم للأسر اللي هي يعني تعويضات هذيلة ولا ترقى إلى الانتظارات ديال الأسر والإكرهات ديالهم الهندية كذلك الدخول المرافيكاتي وسياق يعني ديال إقدام العقومة وعلى يعني تقديم واحد جموعة ديال المشاريع قوانين اللي تنقى تبروها مشاريع قوانين تراجعية القانون ديال الإضراب والقانون ديالتقاعد والتيخيم على على النفسية ديال الموضفين موضفات مختلف القطاعات وأبرزها القطاع ديال التعليم لنك هذي مواضع هذي يعني حاضرة في شغالات الشغيلة التعليمية وحنا كجمع وطني التعليم يعني بيسير دائما كنا مع الشغيلة التعليمية معارك ديالها ومطلب ديالها وغادي نكونوا إلى جانبها بيسير في حالة إذا الحكومة أقدمت عنها يعني فرض هذ القوانين يعني المجعفة وهذه القوانين اللي غادي تتعقد أو غادي تمنع وتحرم الشغيلة من الممارسة للحق في الإضراب أو غادي تحملها لأعباء ديال ما يسمى بالإصلاح ديال عن ديال كل ما يهمكم على أمواج كاب راديو ترجمة نانسي قنقر